أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدرة الله على بعث الأموات يقول الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٌ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ الآيات زلزلة الساعة تكون قبل الساعة قبل قيام الناس من قبورهم وهذا هو الصحيح كما نقل عن ابن عباس وعن عامر الشعبي وعن غيره وأورد الإمام أحمد وابن جرير الطبر والطبراني وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أخبرني عن الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل وهو يعني إسرافيل واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر قال أبو هريرة يا رسول الله وما الصور قال قرن يعني بشكل القرن فتح ضيقة وفتح عريضة قال فكيف هو قال عليه الصلاة والسلام قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع والنفخة الثانية نفخة الصعق الصعق يعني الموت والنفخة الثالثة نفخة القيام لرب العالمين يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله ويأمره ربه فيمدها ويطولها ولا يفتر يعني ما بتنقطع وهي التي يقول الله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فتسير الجبال فتكون ترابا وترتج الأرض رجا بأهلها وهي التي يقول الله تبارك وتعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يعني النفخة التالية قلوبا يومئذ واجفة خائفة فتكون الأرض كالسفينة الموبقة الموبقة يعني الفلتانة في بحر فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تكفأها بأهلها هكذا وهكذا وكالقنديل المعلق بالعرش يعني بالسقف ترترجه الأرواح فيمتد الناس على ظهر الأرض فتذهل المراضع وتضع الحوامل يعني إذا كان فيه نساء حوامل بيبسقطوا حملهم ويشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار يعني أقطار السماوات والأرض فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا وهي التي يقول الله تبارك وتعالى فيها يوم التنادي يوم هم مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد فبينما هم على ذلك إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطر يعني من أولها إلى آخرها ورأوا أمرا عظيما فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل ثم خسف شمسها زهبت شمس الكون وقمرها وانتثرت نجومها ثم كشطت عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك الأموات في النفخة الأولى ما بشعرون وقوله تعالى ففزع قال أبو هريرة فمن الذي استسنى الله إذا الأموات ما بشعرون من الذي استسنى الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى إن ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله إلا من شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الشهداء فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون كما قال الله تعالى والأحياء تتأثر وتخاف من صيحة الفزع من نفخة الفزع فاستسنى الله من الخائفين الأحياء الشهداء هم عند ربهم أحياء يرزقون ولكن لا يتأثرون بنفخة الفزع أبدا وإنما يصل الفزع إلى الأحياء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يصل الفزع إلى الأحياء والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ووقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنهم من عذاب يبعثه الله على شرار خلقه لأنه عند قيام الساعة ورد في الحديث الآخر يرسل الله ريحا طيبة خفيفة تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن ولا يبقى إلا الأشرار والكافرون يعيشون وعياذ الله تعالى كالدواب فعلى هؤلاء تقوم الساعة وهو الذي يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وهذا الحديث يدل على أن زلزلة الساعة يكون قبل قيام الناس لرب العالمين في آخر أيام الدنيا كما دلت الأحاديث الكثيرة وأخرج البقاري ومسلم عند تفسيره هذه الآية عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول آدم لبيك ربنا وسعديك فينادى يعني آدم بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار ذرية آدم يعني كل الخلائق يبعث بعث إلى النار قال يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف راه قال تسعة مئة وتسعة وتسعون الله أكبر من كل ألف سعمية وتسعة وتسعين هدون إلى النار فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناس عندما سمعوا الله سبحانه وتعالى يقول لآدم من الريتو كل ألف تسعمية وتسعين إلى جهنم وواحد إلى الجنة قال ويشيب الولدان وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأصحابه المؤمنين خلوا بالكم ها ما هو لكل الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوجة ومأجوجة تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد يعني النسبة تكون كما أخبر الله في النار تسعمية وتسعين وفي الجنة واحد الواحد من المؤمنين الذين آمنوا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من تسعمائة وتسعين من يأجوج ومأجوج وهم الكفار من أهل الصين ومن جاورهم من الملاحدة والعياذ بالله تعالى من يأجوجة تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد أنتم في الناس كالشعرة السوداء أنتم بالنسبة للأمم كلها كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض وكالشعرة البيضاء وكالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود إني لأرجو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأمته إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة قال الصحابة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة يعني إن شاء الله أنتم من أمة محمد تكونوا نصر أهل الجنة فكبرنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا غرلا يعني ما مطحرين مثل ما خلقوا ولدوا طهروا بعد ما بيولد بيترجع الحشف كما كانت إنكم تحشرون يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض حفينين يعني عريانين قال يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك ما بيعرف واحد لا مرم الرجال ولو سائل من شدة العذاب ومن شدة الخوف رواه البخاري ومسلم وفي رواية إن الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما عند ثلاث فلا ثلاث مواقف ما أحد بيذكر أحدا ولا أحد بيسأل عن أحد أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان عندما توزن حسنات السيئات أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف إذا سقلت موازينه دخل الجنة وإذا خفت موازينه دخل النار ففي هذا الوقت عند الميزان لا يذكر الحبيب حبيبه الموقف الثاني الذي لا يذكر فيه الحبيب حبيبه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمشماله وإما بيمينه فلا يعني ما أحد بنذكر أحد لأنه الكتب عندما تطاير كل واحد يأخذ كتابه المؤمن يأخذ كتابه بيمينه ويقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت يعني تقدت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية إلى آخري في الوقت لما مستلم كتابه بيمينه وبيعرف أنه من أهل الجنة بتذكر بعد ذلك حبيبه أما قبل ما بتذكر ولا بيسأل على أحد وأما عندما يأخذ كتابه بشماله أيضا في الكافرون يأخذون كتابهم بشمالهم كمان لما يصلوا كتابه ما بتذكر أحد والمنافق يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره كان عبد الظاهر بالإيمان ولا يطيع الله سبحانه وتعالى فهذا بيأخذ كتابه بشماله يعني مثل الكفار ولكن من وراء ظهره عليها بالله تعالى فلا يذكر في هذا الموقف أحد من أحبته لا يذكر الحبيب وحبيبه وحين يخرج الموقف الثالث الذي لا يتذكر الحبيب فيه حبيبه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وحين يخرج عنق من النار فيطوي عليهم على أهل النار ويتغيض عليهم ويقول ذلك العنق العنق الطالع من جهنم وكلت بثلاثة وكله الله يشير من أرض المحشر ثلاثة أصناف وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة ثلاثة مرات يقول وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر يعني من أطاع مع الله غيره استحل طاعة غير الله نسأل الله العافية ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب إن ما بأمن أنه يحاسب في يوم القيام على عماله في الآخرة من الله تبارك وتعالى ووكلت بكل جبار عنيد هؤلاء الجبارون الذين يقتلون الناس ويطغون في الأرض هؤلاء أيضا أول أشخاص الذين يأخذهم هذا العنق إلى النار قال عليه الصلاة والسلام فينطوي عليهم هذا العنق من النار ينطوي عليهم ينمهم كلهم وشيلهم ويرميهم في غمرات جهنم ولجهنم جسر أرق من الشعر وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك الحسك يعني شوك بس شوكات كبار حديد عليه كلاليب وحسك يأخذان من شاء الله شدوا بزدتوا في النار هذه الأولانين يقدمون إلى النار أول شيء الآن على الصراط بشد تأخذهم الحسك والكلاليب من الصراط فترميهم في جهنم ولياذ بالله تعالى والناس عليه كالبرق وكالطرف وكالريح وكأجاويذ الخيل والركاب في أناس مروا من فوق الصراط إلى الجنة فوق النار بعده كالريح السريعة وكالبرق شنون البرق؟ اللحظات بصيروا في الجنة وكالطرف لما بتطرف عينه أكتر شوي من البرق وكالريح وكأجاويذ الخيل الخيل السريعة كأجاويذ الركاب الركاب الناقة إذا كانت مشت بسرعة وبتسابقوا في النوق والركاب والملائكة يقولون يا رب سلم سلم فناج مسلم يعني واحد بنجو إلى الجنة سالم ما أصعب شيء ومخدوش مسلم يعني واحد بسلم بصل إلى الجنة بس الكلاليب خد شته شوي ومكور في النار على وجهه وسلم الله العافية فقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إذا أردتم أن تخرصوا من عذاب الله يوم الساعة فاتقوا ربكم اتقوا عقابه واتقوا عذابه وذلك بالعمل بطاعته واشتناب ما نهى عنه لأن الله تبارك وتعالى لا يأمركم إلا بكل خير لكم الله لا يحتاج للعالمين والله غني عن العالمين إنما يأمركم أيها الناس بما يصلح أحوالكم فلا تتركوا طاعته وتطيعوا شياطين الإنس والجن وتتخذوهم آلهة لأن من أطاع شيئا في معصية الله فقد جعل هذا الشيء كالإله المعبود المطاع وليه ذو الله تعالى اتقوا ربكم اتقوا عقاب ربكم بطاعته وترك معصيته فهو ربكم والرب معناه المالك المربي هذا الله تبارك وتعالى هو ربكم خلقكم وهو نماكم وهو يعني أخرجكم من مطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم علمكم ونماكم وقذاكم بما خلق لكم في هذه الأرض حتى أصبحتم على ما أنتم عليه إلى أن تنتقلوا إلى ربكم فالله تبارك وتعالى يأمركم بخيركم حتى تسعدوا في الدنيا قبل الآخرة فاتقوه وأطيعوه وتذكروا أن الانتقال إلى الله بالنسبة للكفار شيء والعصات نسأل الله العافية شيء عظيم جدا يوم ترونها ترون الساعة والقيامة في الرجف الأولى نفخة الرجف ثم نفخة الصعق ثم القيام لرب العالمين يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت عندما ينفخ إسرافيل في السور وترتج الأرض وتنشق وتنكشط السماء وتطير الشمس وتروح وكذا المرضع مستحيل تترك منها جائع تكون القمطة سدية ما بتسأل عنه ولا تتعرف به من شدة الهول إذا كانت حامل تسقط حملها من الخوف وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة أي كالسكارة ولذلك قال بعدها وما هم بسكارة يعني يرسوا بسكارة على وجه الحقيقة ما سكرانين ولكن من شدة الخوف من شدة الأهوال كأن ذاكرتهم لا ليست معهم يميلون هكذا وهكذا ويترنحون كالسكران ولا يستطيعون أن يركزوا ولا أن يعلموا شيئا وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد تقترب الشمس من الرؤوس رياذ بالله تعالى تقترب الشمس من الرؤوس ويصيب الناس يوم القيامة ألم شديد وشعور عظيم ويخوضون بالعرق حتى يتمنى بعض الناس أو كثيرا من الناس أن يجعله الله في جهنم ويخلص من هذا العذاب يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى في الموقف والشمس قريبا من رؤوسهم يوم أو يومين الله أعلم ولكن إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ويقول الله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فإذا بنظر الناس وينتظرون يوم ألف سنة فرد واحد كم الدنيا التي عاشوها خمسين سنة مئة سنة ولذلك يرون الحياة الدنيا كأنها لحظات وجاء الجد فيندمون ويتمنون أن هذه الساعات في الدنيا لو أنهم قضوها كلها في طاعة الله تبارك وتعالى وصلاة وصيام مع أن الله ما كلفك أن تقضي كل حياتك صلاة وصيام لا خلق لك النساء وخلق الرجال للنساء وخلق لك المتع والطيبات وأباح لك الطيبات وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض وقال لك اتبع في حياتك الدنيا على الخط الذي يرسمه الله للذي يقوله شيطير الإنس والجن هذا هو الدين فإن فعلت ذلك فقد اتقيت ربك وتدخل الجنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير من الناس من يجادل في الله بدون علم لأن العلم الحقيقي جاء من الله والذي يقبله العقل وهو الصدق فبعض الناس يتبعون شياطين الإنس والجن كل من منع الناس أن يقبلوا على ربهم ويطيعوه فهو شيطان بأي طريق كان بالاستحواز بالتخفيف بالإرهاب بالمخابرات يمنعونه أن يطيع الله ليطيع فلان أو علان أو كذا كل هؤلاء يسمونه شياطين لأن ذاك كلمة الشيطان مشتق من شطن يسطن بمعنى بعد يبعد فالشيطان بعيد عن الله ويبعد الناس عن الله فالصنف الأول من الكفار هنا الآيات تبين أصناف الكفر وأصناف الكفار الصنف الأول من الكفار هم المقلدون اللي تذكرهم هذه الآية ويتبع كل شيطان مريد شيطان من الشياطين الإنس أو من شياطين الجن اتباعه يعني طاعته والسير وراءه كتب عليه مريد يعني عات مفسد شديد الإفساد والشياطين في العصر الحاضر رأيناهم الآن أخطر من الشياطين السابقين وسائل الإعلام الكاذبة وليست الصادقة دخلت كل بيت وغزت أبناءنا ونساءنا فمن توجه إليها وصدقها بكل ما تقول دون أن يستعمل عقله دون أن يستعمل فلتر يصفي من الواقع الأكاذيب فإنه ما يشعر إلا أنه يتبع هذا الطاغوت ويتبع هذا الشيطان المريد ويعرض عن الله تبارك وتعالى لذلك لا تستغربوا إذا شفتوا من الناس من يقول روح يفدفلان كزا ما روح يفدفلان لما بدي يفطس بدي روح الآخر إلى جهنم ريز بالله تعالى فهؤلاء يتبعون غيرهم ويقلدونهم قال تعالى ويتبع كل شيطان المريد كتب عليه يعني على هذا الذي يتبع الشيطان المريد ويترك اتباع ما أنزل الله كتب عليه أنه من تولاه يعني تولاه بالطاعة والتبعية فأنه يضله يعني الشيطان بيبعد عن طريق الحق لأنزلوا الله وبيّنه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يوصله إلى عذاب النار والعياذ بالله تعالى في الآخرة فلينتبه كل إنسان مؤمن ألا يضله شيطين الإنس والجن بالوسائل الحديثة التي وجدت إنما عليه ألا يصدق كل ما يقال ويوزن ما يقال بميزان الشرق فالقرآن لم يدع شيئا إلا وبيّنه لنا وأيضا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لم يدع شيئا إلا وضحه في القرآن وبيّنه وفسّره فعرفنا عدونا من صديقنا فلا نغتر فنترك طاعة الله وطاعة رسوله حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه ونطيع شياطين الإنس والجن والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين اشتركوا في القناة